السلامة والمرورية هدف رئيسي تعمل عليه الإدارة العامة للمرور من خلال دورياتها المنتشرة على مدار الساعة بكافة الشوارع والمناطق وحتى تكتمل منظومة السلام المرورية فإن الأمر يقتضي تعاون كافة مستخدمية طريق واتباع الأرشادات المرورية في يوم شرطة البحرين تؤكد وزارة الداخلية بكافة إداراتها على المضي قدما في تقديم خدمات أمنية رفعة وهو حاضر يستند إلى ماضي مشرف في قطاعات عديدة من بينها المجال المروري الإدارة العامة للمرور تسعى في تطوير رجل المرور من خلال تعامل مع الجمهور من خلال دورات التعامل مع الجمهور من خلال استحداث أحدث تقنيات تكنولوجيا تنفيذ القانون على شبكة الطرق في مملكة البحرين وهذا كله يصب في المحافظة على أرواح سواق مستخدمين الطريق رجل المرور بيكون صديق للمجتمع البحريني وهو طبعا خلال عمله يتعامل مع ظروف مناخية مختلفة من خلال ظروف جوية باردة حارة راطبة منطرة هذه بيكون رجل المرور دائما متواجد ولا كل التحية في مملكة البحرين تمكنت الإدارة العامة للمرور من تحقيق إنجاز رئيسي خلال العام الجاري من خلال خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث بنسبة 40% وخفض عدد المخالفات 50% كما تعمل الإدارة على تفعيل الخطط الخاصة للتقليل من نسبة الحوادث المؤدية إلى الوفاء من خلال برامج خاصة لرفع الوعي لدى مستخدمي الطرق جاء استحقاق الإدارة العامة للمرور لجائزة الملتقى الحكومية الثاني 2017 لأفضل الممارسات الحكومية إنعكاسا لتطور الحاصل في الأداء الميداني والخدمي حيث تم تحويل العديد من الخدمات إلى إلكترونية ويتم إجراء حوالي 10 ألاف معاملة يوميا بينما يقترب عدد المركبات المرخصة والمستخدمة على الطريق من 700 ألف تسعى لدارة العامة للمرور ببعض خطة استراتيجية لحماية المرتادين الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية طبعاً بوضع خطة استراتيجية لحماية الأرواح والممتلكات التي على الطريق طبعاً في يوم الشرطة نحن بدورنا نكثف الدوريات المتحركة على الشوارع الرئيسية وضبط المخالفات السلوكيات الخاطئة بلا شيء من ذلك طبعاً الشوارع الرئيسية مزودة بالكامرات الكامرات الأمنية أيضاً الدوريات مزودة بالكامرات الأمنية وعلى مدار الـ 24 ساعة وعندنا حتى الموظفين موجدين 24 ساعة من رقابة اللي هو الشوارع والكامرات وأيضاً عندنا الدوريات المتحركة على الشوارع من لحظة تلقي البلاق تكون دورية قريبة من الموقع من وزعين على حسب المحافظات وأيضاً عندنا اللي هو الخط الصاخن حق المرتادين الطريق لما يشوفون حادث أو تعطل في الشارع نفسه يجدون يتعاونون معنا بالعكس نحن راح حباً بتعاون الأخوال السواق المرتادين الطريق تبقى الإنجازات جزءاً من مسيرة العطاء ويتواصل الإصرار على أن يكون الغد أفضل والمستقبل أروع فالبحرين تستحق الكثير